شهد معالي الشيخ انهيان بن انبارك الانهيان وزير التسامح الحفل الذي أقيم أمس في ختام فعاليات المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية الذي نظمته وزارة التسامح تحت شعار على نهج زايد في حديقة أم الإمارات بأبوظبي وذلك بحضور سعادة عفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسؤولين وممثلي جميع الشركاء من الوزارات والهيئات والمؤسسات المحلية والخاصة الذين تعاونوا جميعا لإنجاح الحدث كما شهد حفل الختام عدد كبير من الفنانين المحليين والعرب والعالميين الذي شاركوا في أيام وليالي المهرجان وتضمن الحفل عرضا لفيلم وثائقي تم إنتاجه لتوثيق كل المشاركات والمبادرات والأنشطة داخل المهرجان إضافة إلى تقديم عدة فقرات استعراضية تمثل أفضل ما قدم خلال أيام المهرجان تلاها تكريم معالي الشيخ نهيان بن مبارك للشركاء والسفارات المشاركة